اهلا بكم الى موجز الانباء من قناة حلب اليوم قال المدير التنفيذي لشركة الحميداني الكويتية عبدالله الحميداني ان شركته وقعت عقدين مع شركات سوريا عاملة في قطاع النفط والثروة المعدنية في سوريا واضح الحميداني خلال حديثه لموقع اخبار سوريا والعالم الموالي للنظام ان العقود المبرمة تأتي بالاتفاق لاجراء خدمات الصيانة واجمال الابار واستخدام خدمات الحفر الكاملة مبينا ان العقدين المبرمين مع شركات تتبع للنظام هما في مجال القياسات البئرية لافتا الى خطط التوسيع في العمل مستقبلا دخلت قافلة عسكرية امريكية جديدة الى محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا قادمة من العراق وقالت وكالة سمارت ان القافلة الامريكية تضم اربع مدرعات وثلاثين عربة قطعت مدينة القامشلي باتجاه مدينة عامودة ومن المحتمل ان تتجه الى قاعدة تل البيدر العسكرية بالحسكة واشارت الوكالة ان هذه التعزيزات جاءت في اطار الحفاظ على حقول النفط في سوريا اذ قال الرئيس الامريكي ان النفط في سوريا مهم لامريكا وانهم يبحثون استثماره مع شركات عالمية قال مراسل حلب اليوم ان مدنيين اثنين قتلا واصيبا اخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مفرق قرية طويران في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي من جهة اخرى فاد مراسلنا بمقتل شخص واصابة خمسة اخرين بانفجار سيارة مفخخة في الشارع العام بمدينة سلوك بريف الرقة الشمالي حذرت فرنسا وبريطانيا من ان المعركة ضد تنظيم الدولة لم تنتهي بمقتل زعيمه ابو بكر البغدادي وغردت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي عبر تويتر ان مقتل البغدادي تقاعد مبكر لارهابي لكن ليس لتنظيمه كما غرد رئيس وزراء بريطانيا بورس جونسون قوله ان مقتل البغدادي لحظة مهمة في قتالهم ضد الارهاب ولكن المعركة ضد التنظيم لم تنتهي بعد وضف الجانبان ان بلاديهما ستواصل الحرب ضد التنظيم مع الشركاء وصل رتل عسكري لقوات النظام الى ناحية الدرباسية شمالي الحسكة تمهيدا لانتشاره على الحدود السورية التركية وتضمن الرتل ثلاث شاحنات تقل نحو ثلاثمائة عنصر من قوات النظام يرافقها عدد من السيارات المحملة برشاشات دوشكا واتجه الرتل من الدرباسية الى مفرق كسرى قرب مدينة رأس العين بمسافة عشرة كيلومترات للتمركز هناك فاد مراسل حلب اليوم بان قوات النظام والميليشيات المساندة لها فرضت اتاوات على زراعة الاراضي في بعض مناطق سيطرتها بريف حمال شمالي وقال مراسلنا نقلا عن احد المزارعين في المنطقة ان قوات النظام تفرضوا مبلغ الفي ليرة سورية على زراعة كل دونام واحد مشيرا الى ان بعض المزارعين لديهم مئات الدونامات ما يكلفهم مبالغ مالية كبيرة من اجل زراعتها واضف المراسل ان عددا من المزارعين عزفوا عن زراعة اراضيهم نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة وترد الاوضاع الاقتصادية نهاية الموجز شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة